ازايكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير يا ربو في افضل حال وتفرجوا على فيديو النهاردة فيديو النهاردة اكلمكم عن اساسيات الشتاء للعناية بالجسم والشعر ازاي نحافظ على جسمنا وشعرنا في الشتاء وازاي نديره اكبر قدر من الترتيب ونمنعه من الجفاف طبعا مع الفيديو الاخر لا تنسوش طبعا لو انت اول مرة تشوفوني انتو في قناتي وانا اسمي مجدة لايك وشل الفيديو كتير ويلا بينا على الفيديو اول حاجة بنات اللي يعناي بالجسم في الشتاء هو الشوار ايا كان نوع الشوار God's falando ايها انواع شور كريم كتير شبه انواع شور كريم بتاعة ايفا وجداء ان Vera بنات وصعرها كمان حلو جدا. فانواع الشاور انت هتستخدميها في الشتاء لازم تكون مش بتنشف تماما الجسم شبه في الصيف. وتكون كويس بتنظف كويس معاك الجسم. فزي ما قلت انواع الشاور بتاع ايفا مرشح حركم جدا. ان من الانواع الممتازة واللي مش بتنشف تماما الجسم. تاني بقى خطوة هي خطوة الاسكراب. لو احنا عمي التفاقين ان احنا بنعمل اسكراب مرتين في الاسبوع في الصيف للجسم. لو جسمك دهني. ولو جسمك دهني او في مشاكل او كده. لو بتعرق كتير وبتروح يمشاوير كتير وكده. عشان ينضف معاك الجسم. وتبقى دايما رحتك كويسة. لان الشاور بيشيل السكراب بيشيل طبقة الجلد الميتة. خلي رحتك تهيما كويسة. لكن في الشتاء السكراب اقل حاجة خليه كل لو جسمك دهني خليه كل عشر تيام او كل خمساشر يوم لما تحس جسمك فعلا محتاج. لو جسمك جاف يبقى تكفي مرة واحدة بس في الشهر. لان في الشتاء مش بنعرق كتير شبه في الصيف. فبالتاني احنا مش محتاجين نسكراب كتير. ونرحق نرحق نرحق جسمنا بده سكرابات. عشان خاطر جسمنا ما يحصلوش جفاف. فالسكراب بيكفي مرة واحدة بس كل عشر تيام او كل خمساشر يوم لو جسمك دهني. تاني برضو حاجة الترتيب. الترتيب يا بنات من اهم الحاجة من اهم الحاجات اللي انتي محتاجاها في الشتاء. جسمك في الشتاء بينشف جدا بسبب الجو وبسبب استخدامك للمياه السخنة جسمك بينشف. وطبعا لو انتي جسمك جف اصلا فانتي محتاجة ترتيب كل يوم لجسمك. اهم حاجة هي ترتيب لجسمك يا بنات في الفصل الشتاء. مرتبات الحلوة جدا اللي انا بستخدمها الفترة دي. وعجبتني جدا ورجعت جربتها مرتين. هو المرتب ده من لونة. مرتب ده ممتاز يا بنات. حلو جدا جدا. من الحاجات بجد الحلوة جدا واللي قوامها ممتاز للجسم. بصو. بص القوام بتاعه. بص القوام بتاع بصنا مستخدمها منه الاول قد ايه. بص القوام بتاعه. قوامه حلو جدا بتشرب بسرعة جدا. اه هو اتقل من من اللوشن حاجات بسيطة. عشان كده انا حباه. عشان بيديني ترطيب عميك لجسمي. وده منه حجام زغيرة لو انت مش حابه تجيبي منه الحجم الكبير ده. الحجم الزغير ده ممكن تستخدميه عادي للايدين. سانا جايبه الحجم الكبير ده عشان استخدمه للجسم عمتا. الكريم ده يا بنات حلو جدا. بيدي راحة حلوة جدا. طول ما انا بستخدمه بحس ان جسمي فعلا مترطب حلو جدا وبيه غيمة عاية للشاور التاني. حس فعلا ان جسمي فعلا مترطب كويس جدا. فده كان من الحاجات الممتازة يا بنات ولا اكيد برشة حالكم. كان سعره كمان حلو جدا. كنت جايبها الحجم الكبير ده بخمسة واربين جنيه. اه كمان من برضو الحاجات الممتازة. وله راحتها حلوة جدا جدا جدا. هو الكريم ده من كير اندومورو. دي تلات عبوة كخلصها من نفس النوع ده. بجد راحته حلوة جدا جدا جدا. كان معايا نوع تاني منه كنتم كلماتها معنه. كان راحته برضو فوق الممتاز. بس كتعيبه ان راحته مش بتعود فترة اطول. لكن النوع ده اللي هما دسه بنزلينه جديد. اللي هو الشكل ده. لا الريح بتاعه بتعود فترة طويلة جدا على الجسم. بجد ممتازة يا بنات. راحته حلوة وترتيبه ممتاز. فول ممتاز. كمان كرام اقاومه زي ما قلت كريمي. فبيرطب برضو الجسم والاقواع والجسم يعني عمتا بيرطبه ترتيب عميك للجسم. حاب مش قادر اصف لكم بس ريحتي حلوة جدا. ريحة فواكه. ريحة هي هو بالريحة الاستوائية. فبتحسين ريحتك فعلا بمنعشة يا بنات منعشة. ريحته ممتازة جدا. ولو عايز تستخدميه ومتستخدميه بادي سبلاش. فهو هيبقى ممتاز جدا. فمن الحاجات الحلوة اللي اتمنى الشركة تقبره شوية عشان نقدر استخدمه على جسم كلته. فده برضو من حاجات المرتبات الممتازة اللي ممكن تستخدميها للجسم او الادين في فصل الشتة. الحاجات الممتازة جدا جدا. وكمان هو مصري. من الحاجات برضو الحلوة جدا يا بنات اللي استخدمتها هو الكريم ده من مود. كنت جايبها في الصيف وما عجبنيش تماما. وكت كنت اطلعه منع المنتجات اللي هي معجبة نيشي. بس بعد ما استخدمته في الشتة احسيها ان هو كويس. الكريم كانت ريحته قوية جدا في الصيف ورحته معجبة نيش تماما. كنت حاسة ان انا باستخدم حاجة ريحتها قوية قوية جدا. ريحتها نفازة. وكت بحس ان انا بطعم منها من ريحتها في الصيف. لان انا زي ما قلت قبل كده. انا عندي الجيوب الانفية. فكاد بتتعمني جدا الريحة دي. بس بعد ما استخدمته في الشتة لأحسها ان هو قومه كويس. بروحته كمان كويسة جدا. ترتيبه كويس. ترتيبه فوق المتوسط. مش قوي قوي شبه لونة. بس ترتيبه برضو حيرو جدا لو حد جسمه ضهني. عامة المرتبات ديت كريمية. فبتبقى ترتيبها اعلى شوائع من اللوشن. لو انت بقى حابة تجيبه لوشن مش حابة تجيبه ترتيبات دي. في عندنا اللوشن شبه لوشن شان. هسيب لكم صورته هنا على الشاشة. حلو جدا ومن حاجات الممتازة فعلا وترتيبها كويسة. وفي من من بنسينون. برضو هسيب لكم صورته هنا على الشاشة. ترتيبه حلو جدا يا بنات وبرطب الجسمة كويس جدا. لو انت حد بقى جسمه بالجف قوي في الشتة. بتحس المرتبات الملطبات بتاعتكم مش اكفى حاجة ليكم في الشتاء استخدم معاها ايه في الوقت ده ده تستخدمي حاجة شبه الزيت معاها حاجة شبه الايل زيت في الوقت ده هيزود معاك الترتيب لجسمك كمان هيديك لمعة الترتيب بتاعه مع الكريم بيدي ترتيب اقوى واعلى لجسمك وفيه كمان بادي بطر ممكن تجي بيها لو بتحس ان جسمك فعلا بيجف جدا عامة الترتيب خطوة اساسية بنات في الشتاء وما ينفعش تماما تماما ان احنا نخفل عنها او ننساها بعد كل شاور وكل يوم بعد قبل لو حتى مش هتخذي شاور اقل حاجة رطب ايديكي ورجليكي لان الترتيب مهم جدا وده هيفرق جدا معاك في شكل جسمك فالترتيب من خطوات الاساسية واللي ما ينفعش نستغنى عنها تمام من الخطوات الاساسية جدا جدا هي مزيل العرق هو انا استخد مني مزيل العرق في الشتاء في الشتاء انا مش بعرق كتير شوهي الصيف عامة الشتاء من اساسيات بتاعته وهي مزيل العرق زيه زي الصيف بالزبط تماما انت بتعرقي في الشتاء زي ما بتعرقي في الصيف مكان اللي هو الاندر قرب دايما بيطلع ريحة ريحة دي بتبقى ريحة عرق لو انت محطيتش مزيل العرق ونزلت لي مشاور كتير هتحسي فعلا ان انت عرقتي وطلع لك ريحة مش كويسة فعشان نتجنب اكبر قدر ممكن من ريحة اللي مش حلوة واني مش مرغوب فيها يستخدمي مزيل العرق المزيل العرق اللي انا باستخدومه لفترة دي قلت جايباه من السوبر ماركت انه هو المزيل العرق ده لما جبت وابنات استغربت جدا من سعره لأنه هو سعره وعشرين جنيه فااااا قلت ازاي هو سعره وعشرين جنيه خلينا نجرب بقا نشوف اذا كان حلو أو وحش مش هادر اديكم معنه ريفيو كامل لانه هو لسه تحت بتجربة ماستخدمتوهش باري اكتر من 3 او 4 مرات بس الفترة دي بس اللي استخدمتها فيه طول فترة استخدامي ليه اتهت اهو اربع مرات دي ما شفتش منه اي ريحة عرق تماما ما حصل ليش اي ريحة عرق من استخدامه للشاور اللي بعده ما حصلتش معايه اي ريحة عرق فدي كانت حاجة كويسة ايه بقى اللي لسه حصلنا فترة كويسة وقال لكم عليه هو اذا كان بيستمر بمنطقة ولا لا او بيغير ريحة العرق او لا فهستخدمه برضو فترة كويسة وقال لكم رأيي في ايه عامتا هو حاجة لذيذة جدا وسعرها كمان حلو جدا بعشرين جنيه طبعا البوديس بلاش من الحاجات الترفيهية الحاجات مش هزامج بيها بس لو حابة تبقى ريحتك كويسة ريحتك حلوة يعني تبقى منعشها لفترة كويسة من حوالي لتلات لأربع ساعات استخدمي بوديس بلاش من الحاجات الممتازة جدا او بوديس بلاش ده بتعقيفة انا بحب جدا وبحب الريحة دي عامتا ريحتها ممتازة فوق الممتاز فمن الحاجات الممتازة جدا معايا والحاجات اللي اكيد برشحها لكم لو حابين بوديس بلاش خد بالكم بيبانات عشان شفت في بيبانات كتيرة بتشتكي جدا من بوديس بلاش ده بتعقيفة الفترة دي انا شفت منه كتير في السوق مضروب نازل منه تقليد فخد بالك قبل ما تشتريه وتأكد ان هو الاصلي ولو ما عرفتش جميع من السوق الاصلي يبقى حتيوي من على الموقع بتاعهم والريحة دي ممتازة جدا ومنسبة فعلا للفصل الشتاء ريحته حلوة جدا جدا وبتحسك كده بالاسترخاء فالريحة دي حلوة جدا جدا يا بنات ومن حاجات اكيد اللي هرجع قرارها مرة تانية من الحاجات المهمة جدا يا بنات في الشتاء هو الاهتمام بالشعر ليه الاهتمام بالشعر في السيف بيحصل شبه ان الشعر بيتقصف وبيهيش وبيعمل مع الرطوبة ومع غسل الشعر الكتير وطبعا العرق وكده في الشتاء برضه الشعر يا بنات بيتقصف وبيتعب وبيحصلوا مشاكل كتير فهتمي جدا جدا بترتيب شعرك ويتدمي جدا بنوع الشامبو اللي انت هتستخدميه لشعرك من الحاجات اللذيذة اللي انا بستخدمها لفترة دي هي المجموعة دي من سروبيب المجموعة دي ما استخدمتها اكتر من مرتين عشان بقى صدقاء معاكم بس احساها حلوة مش بتنشف معي الشعر ودي اهم حاجة انا محتاجها في الشتاء ان شعر يمين شفش وميهش انا ده اكتر حاجة انا محتاجها في الشتاء ان شعري ما ينشفش وميهش عشان ما يتقصفش واتعب في العلاق بتاعه فكان من الحاجات الكويسة يعني اللي دورت عليها هي المجموعة دي بتاع السروبيب وشوفت بنات كثيرة بتشكر فيها فقلت اجبها المجموعة عامة بتنزل عليها دايما عروض وهتلاقيها دايما في العروض الشامبو بمية خمسة وتلاتين او بمية وتلاتين ونفس السعر برضه للباسة بمية ستة وتلاتين او مية سبعة وتلاتين في الحدود دي فكان برضه من الحاجات الكويسة اللي قدر اشحاركم واسعار ممتازة عامة انا لسه بجربها مش هقدر قدي عنها ريفيو دلوقتي بس انا زي ما قلت من الحاجات الكويسة اللي شايفاها بتغسل الشعر وفي نفس الوقت مش بتعمل جفاف تماما في الشعر فده الحاجة اللي انا محتاجها في الشتاء ايا كان بقى نوع الشامبو اللي انت هتستخدميه استخدمي الشامبو ما يجففش معاكي شعرك تماما وفي نفس الوقت يديك الترتيب اللي انت محتاجه للشعرك فالشامبو والباسم من الحاجات المهمة ومن الحاجات الاساسية اللي في الشتاء ما ينفعش نستغني عن الباسم يا بنات لان الباسم بيكمل الشامبو تماما تقسلي شعرك بالشامبو بيبدأ اطراف شعرك تجف فانت محتاجة على طول بعد الشامبو انك تستخدمي الباسم لان الباسم بيقني التوازن في اطراف شعرك اللي بيخليه تفقده الشامبو فانت محتاجة باسم تماما بقوارة على طول الشامبو لان البلسم مات من حاجاتها مهمة جدا لو مش حابة تستخدمي المجموعة دي اللي هي بتاع السرو بايب انصحك بالمجموعة بتاعة ايفا هسيب لكم صورتها هنا على الشاشة كلمتكم معانها كتير ومكاتم الحاجات الحلوة جدا والاسعارها برطة ممتازة هتلاقي الاتنين الشامبو والبسم هتلاقيهم بـ 80 جنيه فكان برضو لو انت عايزة حاجة اقل في السعر فانصحك بدا انصحك بالمجموعة بتاعة ايفا حلوة جدا ومش بتنشف تماما من الشعر والبلسم بتاعها فوق الممتاز للشعر هجرأ احقرب برضو المجموعة دي بتاعة السرو بايب فترة اطول واقلوكم ريفيو كامل عنها بس هي عمتل لحد الوقتي هي ممتازة معايا وما سببتليش اي مشاكل حاجات الاساسية برضو ادميحنا بنتكلم عن غسيل الشعر في الشتاء ومهمة جدا وما ينفعش نستغنى عنها في الشتاء او حتى في الصيف بس في فترة الشتاء بنحتاج اكتر شمبو القشرة اول ما بيبدأ الشتاء بيبدأ الناس كلها هتشتكي من القشرة في الشعر وبذات لو فروا الشعر جدو هنا او حتى لو جفة برضو بيبدأ يطلع لها برضو قشرة خفيفة في الشعر شمبو ده برضو انا تاني مرة او تالت مرة اجربه من الحاجات الممتازة ممتازة يا بنات للشعر كل ما بيخص برجة عجيبه تاني لانه حلو جدا في كزا نوع تاني برضو هسيطل لكم هنا اشكالهم على الشاشة حلوين جدا واسعارهم كمان حلوة جدا لو انت محتاج اشمبو القشرة عمتا الشمبو ده كان سعره 80 جنيه وحجمه 120 ملي وبيقعد فترة كويسة لانك انت بتحتاجي نقطة منه واحدة بس ترغيها على شعرك وتبدأ يتحطيها لو عندك قشرة كتير استخدميه مرتين في الاسبوع لكن لو عندك قشرة خفيفة او قشرة بتطلع لك كل فترة مع استخدام مثلا يبقى كل عشر تيام او كل اسبوع مرة كويس جدا ما تقطريش منه عشان ما ينشفش معاك الشعر ويهلك معاك شعرك لان شمبو القشرة عمتا يبقى اقوى حاجة للشعر احاجات بقى الاساسية اللي ما ينفعش نستغنى عنها للشعر وللأول انا كنت بهملها جدا جدا ومكنتش مهتمة بيها بس لما اهتميت بيها حسيت فعلا فيه فرق كبير جدا في شعري هو حمامات الزيت يا بلاي ايا كان هو حمام الزيت اللي انت هتستخدميه لازم تعملي حمام زيت لشعرك من الحاجات الحلوة جدا اللي انا بستخدمها الفترة دي فحمامات الزيت هو حمام الزيت ده من رول افريكانو حمام الزيت ده حلو جدا يا بنات زي ما قلت بيغز الشعري من جوه وبيسيب الشعر مترتب من جوه وبعد ما بخسل شعري بحس فعلا من شعري مترتب وبيغير مترتب كزا يوم فده بيمنع اكيد شعري من التقصف ومن الهيشان فحمام الزيت ده من رول افريكانو كان ممتاز هسيب لكم الفيديو بتاعه تحت عشان لو محدش شاف الفيديو بتاعه انا متكلمة في فيديو عنه كامل وقاله ينفع لأي نوع شعر واي نوع شعر هيحب الزيت ده فتفرجوا عليه قبل ما تشتروا عرفوا اذا كان حلو معاكم ولا لا طيب لو مش حابة رول افريكانو وعايزة نوع زيت تاني انصحكم اكيد بزيوت الهندي انا زي ما قلت لكم قبل كده زيوت الهندي حلوة جدا يا بنات من الحاجات الممتازة للشعر وفعلا بترطها بالشعر وبتطوله ومش هرغي كتير فيها بس هسيب لكم اللينكات تحت او خذي لفة في قناتي هتلاقي انا متكلمة عن واع زيوت هندي كتير وكانت ممتازة جدا للشعر بتاعي وبجد من الحاجات الحلوة هي زيوت الهندي لان زيوت الهندي بتخش بتركيزات موقع حلوة كويسة وفي نفس الوقت مش بتعمل مشاكل تماما للشعر لو عايزة زيوت خفيفة ما نسببش معاك برضو مشاكل للشعر اكيد بنصحك بزيت الججوبة او بزيت الارجان بس تأكدي ان الزيوت اصلية وما فيهاش اي مشاكل بلاش الزيوت بتاعت العطار يا بنات ان الزيوت بتاعت العطار خفيفة وفي منها مخشوش ومش هتعمل معاك اي حاجة لفروض شعرك المهم ان انت تعملي حمام زيت لشعرك لو حتى مرة كل اسبوع عشان تعيدي توازن شعرك وتغذي الشعرية نفسها من جوة وما يحصنش معاك اي تقصف ويتن شعرك تايما مترتب طول الاسبوع من الحاجات الاساسية والمهمة واللي ما ينفعش نستغنى عنها تماما هو حمام الكريم الكريم مرة كل اسبوع من الحاجات الاساسية والمهمة يا بنات اللي هتغذي فعلا اطراف شعرك وهساعد على تقوية شعرك وهتديكي النتيجة اللي انت محتاجها فعلا في شعرك فحمام الكريم من الحاجات الاساسية جدا جدا اللي ما ينفعش نستغنى عنها تماما مرة كل اسبوع بس من حاجات الاساسية جدا من حمامات الكريم اللي انا بحبها جدا 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 واللي قررتها مرة تانية هو حمام الكريم ده من ايفا حلو جدا جدا بيرطب الشعر بيدي رحة حلوة بيغز الشعرية جدا فاحنا عايزين ايه اكتر من كده حمامات الممتازة جدا يا بنات ولي سعرها كمان حلو جدا ممكن تجيبها مية او مية وعشرة في الحدود دي ليف ان او سيرم او كريم ايا كان نوع اللي انت هتستخدميه انت بحاجة انت بترتابي شعرك بعد الشعور انت بحاجة انت بترتابي شعرك كل يوم لان الشعرك لو مرتبته اكيد شعرك هيتقصف وانت في غنى عن ان هو شعرك يتقصف انت محتاجة اي حاجة من الحاجات دي ترتابي بها شعرك ليف ان ده انا بجربه من سر وبيب بقلي فترة وده واضح يعني لانا بجربه بقلي فترة حاجة خفيفة حاجة بترتب الشعر ترتيب متوسط مش هقولك عالي مش هقولك واو لو شعرك دهني هتحبيه لانه بيدي الشعر ترتيب بس ترتيب خفيف للشعر مش ترتيب اللي هو القوي اللي هو اعلى حاجة بس بيدي ترتيب متوسط وكمان ريحته حلوة جدا وبتغيب ريحته فترة كويسة على الشعر لو عايز حاجة اه اتقل شوية من ليف ان ده قوامه خفيف شوية قوامه مش اتقل حاجة لو عايز حاجة بقى مع ليف ان تدي ترتيب تدي تحبس الترتيب معاك في ليف ان وتديكي لمع للشعر صحية برضو بنصاحك بالسيرم بتاع السيرو بايب من حاجات الممتازة جدا والاتنين دايما يا بنات بينزل عليهم معروض والاتنين سعرهم كمان حلو جدا لو شعرك دهني هتحب الليب ان والسيرم الاتنين كويس جدا وممكن تكتفي بس بواحد منهم لكن لو شعرك جف واطراف شعرك بتجف بسرعة شبه اطراف شعري انا شعري دهني جدا فروة بتاعتي بس اطراف شعري بتجف جدا فبحتاج دايما كريم يعوضني على الترتيب في اطراف شعري فالكريم ده من السرينج فيل ممتاز وده كلمتكم عنه كتير وانا بخلصها الاخر اطرافي فكامل حاجات حلوة جدا لترتيب اطراف الشعر زي ما قلت لو الليب ان ده ترتيبه متوسط لو حب حاجة ترتيبها متوسط وشعرك دهني السيرم السيرم عماتة مش بيرطى بشعر السيرم بيحبس الترتيب في الشعر وبيدي لمعه حلوة جدا للشعر فالسيرم ما تعتمديش عليه للترتيب كامل لشعرك ممكن تجيبي الكريم والسيرم لو انت شعرك بيجف بسرعة واطراف شعرك جفة الكريم هيديك الترتيب القوي والسيرم هيديك حيحبس معك الترتيب لو انت شعرك دهني ممكن تكتفي بالليب ان والسيرم هديكي ليب ان ترتيب والسيرم وهديكي احتباس للترتيبğ في شعرك فالثلاثة يعني ممتازين جدا ومن الحاجات المصرية بجد حلوة جدا جدا ومش بديل لأي حاجة تانية مستوردة انهما بجد بيدي الحاجة المطلوبة منهم مؤذية كمان للشعر فما تستغنيش تماما عن ترتيب شعرك طيب لو انا شعري بيحب الزيوت وبيحب ان هو يترطب بالزيوت وعايزة زيت خفيف احطه لشعري انصحك في الوقت ده ان انت مثلا تحطي كريم زيت بتاع الجرجوبة نقطتين اتنين بس على الكريم وتحطيهم على اطراف شعرك وعلى شعرك من فوق بلاش تحطي زيت عشان ما انتهننش شعرك لو شعرك دهني تحطي نقطتين فقط من الزيت زيت الجرجوبة او اي زيت مكتوب عليه ان هو تقدر تستخدميه حمام زيت وتقدر تستخدميه كدهان للشعر يكون زيت خفيف يعني هيديك الترتيب الممتاز لشعرك اهم حاجة ان انت متستغنيش عن خطوة الترتيب تماما لان خطوة الترتيب من الخطوات الاساسية جدا جدا للحفاظ على شعرك من التقصف اهم حاجة تهتمي برضو بالاطراف بتاع شعرك يا بنات لان الاطراف هي اكتر حاجة في الشعر بتتقصف بسرعة وبتهيش فاهم حاجة حافظي على اطراف شعرك بس هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ما كنتش طولت عليكم واتمنى الفيديو يكون عجبكم هو عجبكم الفيديو ولو استفدتم مني يجب ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس الزغير اللي في اخر الفيديو عشان شايفة بنات كتيرة بتشتكي انه ما بيوصلنهاش الفيديوهات حالي زر الجرس الزغير ده اللي في اخر الفيديو عشان تتأكدي ان انتي فعلا مفاعلة ولو حابين تسألني عن اي حاجة كتبوا لي تحت في التعليقات انا برد على كل التعليقات ولو استفدتم من الفيديو ياريت تشيروا كتير كتير الفيديو مع اصحابكم عشان اكامان اكبر عدد من اصحابكم يستفد من الفيديو وضمتم بخير